السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زال تحديه قائماً وما زال يعيد القول تلو القول أن لا خلاص لكم ولا نجاة من فيروس كورونا إلا اللجوء إلى الله الواحد الذي بيده وحده الشفاء لما حل في صدور ومن ضمن سلسلة بيانات كورونا التي أصدرها الإمام ناصر محمد اليماني هذا بيان جديد عنوانه منشأ كورونا وسره المكنون سطر الإمام هذا البيان بتاريخ التاسع عشر من محرم لسنة 1443 للهجرة والموافق للسابع والعشرين من أغسطس لسنة 2021 بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر صناع القرار قادت شعوب البشر وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي المحترم جون بايدن ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون عن منشأ كورونا وسره المكنون عن العالمين؟ وحسعص الحق لمن يريد الحق فما عليه إلا فقط أن يقوم بوضع كلمة بحث في الإنترنت العالمية بكلمات البحث التالية سلسلة بيانات البعوضة الخفية للإمام المهدي ناصر محمد اليماني فتجد حقيقة ملف القضية كاملة في شأن فيروس كورونا من البداية إلى النهاية فذلك لمن كلف نفسه لقراءتها بجد وصدق من غير استهزاء فيجد فيها الشفاء من فيروس كورونا من غير لقاح ولا دواء ويجد فيها الحل والقول الفصل وما هو بالهزل لبيان سر فيروس كورونا للإمام المهدي ناصر محمد اليماني وإلى الترند العالمية معشر الأنصار لإنقاذ شعوب البشر من شر فيروس كورونا القادم الوحش وشر كويكب الراجفة وقارعة كوكب العذاب القارعة وما أدراك ما القارعة الطامة الكبرى الأتهى والأمر على الأبواب ذلكم كوكب العذاب سقر فلكم حذرت البشر من اقتراب كوكب العذاب وهو كان لا يزال بالأفق الشمالي فاقترب من خلف الشمس عابرا خط طول الدائرة القطبية وأوشك أن يشرق بغتة على أهل الأرض من جهة جنوب الأرض وأقسم بالله الواحد القهار أنكم سوف ترون استدارة قرس كوكب العذاب سقر حين شروقه من جنوب الأرض فيحجب الفضاء من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي فيأتيكم بغته ذلكم كوكب العذاب سقر اللواحة بأفق أرض البشر فقد أعذر من أنظر وأقسم بالله الواحد القهار أني لا أتغنى لكم بالشعر ولا مبالغ بغير الحق بالنثر وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون بل ذلكم كوكب العذاب سقر الذي وعدكم الله بمرورها في الحياة الدنيا في محكم الذكر القرآن العظيم من آيات الله الكبرى تصديقا لقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم فلكم حذرت صناع القرار وكافة شعوب البشر منذ ستة عشر عاما وبضعة أشهر المعرضين عن القرآن العظيم من عدم تصديق البيان الحق للقرآن سلطان علم خليفة الله على العالمين فأبى أكثر الناس إلا كفورا وأعلم أنكم سوف تؤمنون به جميعا الكافرين والمسلمين ولكن حين يباغتكم من مكان قريب برغم أنه لكم ناوشكم بحربه المناخية وهو لا يزار في مكان بعيد فتأثرت منه الشمس والقمر والأرض ولم يحدث لكم ذكرى ما يعاني منه العالم من حرب قارعة التغيرات المناخية القاتلة وصدوكم عن التصديق والنجاة أصحاب نظرية الاحتباس الحراري وصدقتموهم من بعد ما تبين لهم أن نظريتهم كانت خاطئة مئة بالمئة بسبب أنه خالف توقعاتهم بعيدة المدى وحدث الآن فأصبح مخالفا لنظرية الاحتباس الحراري وخابت نظريتهم وأسر النجوة وتبين لكافة أصحاب نظرية الاحتباس الحراري أنهم كانوا خاطئين وأسر النجوة إذن فليس لهم إلا أن يصدقوا خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني الذي يحذر البشر من كوكب العذاب منذ ستة عشر عام وبضعة أشهر وجاءت نهاية المكذبين بكوكب العذاب فسيأخذهم الله به من مكان قريب ليلة مروره برغم أنه ناوشهم بتأثر مناخ الأرض وهو لا يزال في مكان بعيد ولم يحدث لهم ذكرا وكذبوا به وحتما سوف يؤمنون به يوم الفزع الأكبر فيؤمنون به حين وصوله فيأخذهم من مكان قريب كما فعل بأشياعهم من قبل تصديقا لقول الله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوخي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يستهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد فلا تهنوا في التبليغ يا معشر الأنصار السابقين الأخيار جيش الإمام المهدي الألكتروني للسعي لإنقاذ شعوب البشر فويل للذين يصدون الناس عن التصديق من عذاب يوم عقيم على الأبواب فاتقوا الله يا أولي الألباب وفروا إلى الله وصدقوا بكتابه القرآن العظيم واتبعوا الإمام المهدي ناصر محمد واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصى الله وكذب بخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فمن يكذب خليفة الله المهدي فقد كذب بسلطان آيات القرآن البينات المحكمات لعلماء الأمة وعامة المسلمين وأقولها الآن بكل اختصار يا مسلمين كوكب العذاب وصل وصار قريبا فأضعفوا الإيمان انقذوا أنفسكم وصدقوا بداعي الحق من ربكم قبل أن يأخذكم مع المجرمين من مكان قريب فوحدوا الله وعبدوه وحده لا شريك له ولا تكونوا من المشركين واكفروا بشفاعة العبيد بين يدي الرب المعبود كون ذلك الشرك والشرك ظلم عظيم لأنفسكم واعلموا أن الله لا يغفر أن يشرك به فخافوا الله شديد العقاب من قبل وصول كوكب العذاب كوكب الجحيم بعذاب أليم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا